جايزي يبدأ بالجلود؟ بالجلود أول شيء هذا الفتح الباب فتح الباب كنت أبيع بوك وايد صغير مرتب أحب التماسية أحب الجلود أحب الهاند كرافت أحب أي شيء مصنوع بالإيد أحب أي شيء اللي فيه كواليتي وايد أهتم وايد أحب هالشيء أحب الديتيلز أحب يعني للكثير هالشيء ما حب شيء ماس بردوست ما حب شيء حيالله كواليتي خايس أبي شيء يكون كواليتي مو كوست عالي عليك لما انتروح أقل هاي كواليتي لذر بلا كوست عالي ولكن سعر عالي والزبون اللي يعرف قيمة الكواليتي ما يهم السعر كثيرا ما يهم الجودة ويهم الإكشكولوسيفتي دائما الإنسان اللي يريد يتميز يريد يديور شيء ما أحد عنده منه فأنا أحكيكم إن أنا هاوي ساعة أصلا بالأساس فاللي هاوي ساعة فعلا ويحب كولكشن ويحب يدور ويحب يتعب إحنا ما يفرق الكولكتور واحد عند الثاني ما ينتباهه عكس الثاني يجب أن يكون عنده شيء مميز ما يجب أن يكون عنده غير فهو يدور التميز هو يحب يكون متميز فهذا الشيء يصب على الأشياء الثانية اللي أحب أشتغل فيها أحب أدور أشياء نادرة مميزة ملك اللي عنده منها نظرات الشمسية أنا قاعد أشوفك واي داش بديتيلز فيها وقاعد أشوفها هي المين بروديكت موجود في جاي زي صح مع أن أنت بلش في الجلود أول شيء لكن النظرات هي ماخذة الكمل أكثر من جاي زي صح شنو السبب؟ لأن كل بزنس لازم يتعلم رائع البزنس يسوي بيوت يطيق فوق تحت إذا احتاج نتفلكس كان البزنس الأساس ما أنا بيتجزون سي دي لبيت صح شافوا أن الموضوع السي دي انتهى والإنترنت صار ويد قوي والدانلود سبيد صار ويد قوي تحول إلى شنو ستريم سكر البزنس مالها كلها وحول ستريميك إنه مهم جد أن الإنسان يعرف يتحمل يتخلي العاطفة على الجنب ويتعلم يسوي يوتن أنا سويت يوتن أول ما الكويت فعلت الأبل باي الأبل باي قتل البزنس مال البوك المحفظة فالحين أنا وياه قاعدين أنا أتوقع أنت لو حطت يدي بجيبك لا يوجد بوك يمكن تليفونك كلها وعندك أغراضك بس مقطوطة بالسيارة لا تحول أي أكام فالحاجة تحولت من أن أنا بأبي بوك إلى أن أنا لا أحتاج بوك فطرنا أن نحول البزنس مال الجلود من منز أكسسيريز ولا سمول لاذر قودز إلى الحين جناط يعني كل الفوكس جناط قاعدين نسوي جناط النسائية رجالية بريف كيس الآن قاعدين نشتغل على البروجيكت وايد كبير نسوي بريف كيس مال سفر مالطيارة ما تنسلنا هاي رسك؟ لا لأن أنتج بحبة حبتين تحق ورين زبانيين مالوتي وإذا يبقون أسوي لهم أنتج لهم أكو تمساح رخيص وأكو تمساح غالي ما الفرق؟ أكو تشتري أنت اليوم تشتري يوكن داخل فيه جلد طبيعي بس تقتماماً الجلد اللي داخل يوكن مو نفس اللي موجود داخل جيب الكولنن الروز رويس ما للكولنن يكون الجلد لازم يكون منقع بزيت مدريش كثر عشان يكون ناعم يحطونا داخل مصطرة شكبرها ويلاقون لازم يكون سيدة في بروسس نفس الجلد اللي يروح مثلاً إرمس هو نفس التمساح اللي بيع إرمس يبيع حقوتي ولكن الكواليتي مال التمساح اللي بيع إرمس وايض فرق بروسس مال هذا غير وهذا غير هذا أطول والانتقاء أنا أنقّي أي جلد يعني أنت اليوم المصنع اللي نحن نتعامل معه نتعامل مع مصنعين واحد فيهم اسمه هينغ لونغ والثاني مملوك حق إرمس ما قدر أقول اسمه لأجل ممنوع 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 لك أنت؟ ممنوع أنا أذكر اسمه أنا أشتري منه ما المفروض أشتري منه بس أشتري منه نفهم بعض أنت بدايت بباتكوهولك صح؟ اي شركة مختلفة تماما عن جهزة هو حساب بالإنستغرام مال محبي للساعات أوكي والحمد لله حق باتكفليب هو أشهر حساب متخصص عالمياً وليس كويتياً حق ساعات باتكفليب ومحبي باتكفليب أوكي سوينا على كبابيس أوكي بالبداية بنشأة البيع الكبابيس كان من الأشخص يشوفني لابس كبوس باتكوهولك يدري أني أنا جاسم مال الحساب مال باتكوهولك فيبتسم يسلم ساعاتي صارت أني أشوف واحد بالسوق أو بسفر أو بأي مكان بالعالم ما يدري أنا منه وهو شركة الكبوس لأنه عاجبة شكله عاجبة اللوغو عاجبة العلوان شافر فيه جلابس فهذا تفهم أن السوشال ميديا نعم تخدمك إلى حد ما ولكن لازم الابتكار الجودة الأشياء الحلوة التي تسويها هي بعدين تكمل نفسها وتبيع نفسها بنفسها هذا اللي أنا أسعالها متى بدأت فكرة جايزي؟ بدأت بايت باتكوهولك؟ جايزي اسمي ترى أعلم أنا بس جايزي وبس عمليات أن أنا لميت الأشياء اللي أنا أحبها بدل ما أبيعها قابل بالواتساب بالبيت صار موقع الموقع عشان يتنظم قانونياً أسس شركة سميتها جايزي أك بعدين أنا قلت أكي إذا أبيع مثل نظارة أسميها أمزي وأبيع تشيرت اسمها أفزي وأبيع معرف إيش ما رح أوصل حق شيء معين أنا أبي أبني براند عشان أقدر أبني براند تحتاج توصل مرحلة إذا كنت أشرح لك شيء أبي كنت أشرح لك لوي فتون لما أسس لما أسس ما عم رحط بباله نبي واحد يشتري مدالية مكتوب عليها لوي فتون وهو كاي سوي جناط كاي سوي ترنكس لكن اللي يشتري مدالية من لوي فتون بمئة وخمسين دينار أو مئتين دينار يشتريها لأنه إهي مالة لوي فتون صانع الجميل مال جلود حلو؟ فيسوي أسوسيييشن أنا هذا اللي أبي أسعاله أن أنا أبي أخلق براند وايد كشخة وزين ويعطي كواليتي بسعر مناسب ما بي أنا أكون غالي بيكون سعر مناسب بس هاي كواليتي بالمقابل في أشياء نعم راح أبيعها أرخص أشياء أغلى بس فيه باند بالنص اللي هو براند شنو ممكن يكون محتوى مادري ترى يمكن باتر ما بيع نظارات وين الحياة توديني بس دامنا الحين فيه الحمد لله والناس حابة موضوع النظارات سأكمل فيه ونزيد أشياء ثانية وفيه أشياء ما بيقدر أعلن عنها بس تعرف عنها يا يا بطريج إن شاء الله وايد خيالية تعتقد الآن أنت السيستم اللي أنت ماشي عليه اللي هو التجارة الإلكترونية أنت أنشأت بوتيك أونلاين بغض النظر على البوتيكات اللي موجودة في السوق وراح نروح أفلاين نحتاج الروح أفلاين راح تحتاج الأفلاين بس مو الحين بس أنت قاعد تقوي نفسك أونلاين صح عشان اللي هي لك صح يعرف الاسم بس فيه طريقة دائما في كل شي تسوي بحياتك لازم يكون فيه ساينس يعني ما يستطيع تقول والله لازم أفتح محل بالأفنيوز وطق بمئتين ما يصير أنا أحب كل شي بحياتي أسوي فيه سمونا مثدولوجي شون من مثدولوجي مالي أنا أقول لك أكو شي بالبزنس الأونلاين يسمونه الريتين رايت مزين فأنا على نطاق الفوليوم مالي لأنا ما أنتج وائد أنا ما أنتج مثلا ثلاثة نظارة عرفت الإنتاج مالي وائد قليل لكن الريتين رايت مالي قليل بعد الريتين رايت هي البضاعة التي ترجع ولازم أعطي ريفوند حق الزبون إذا الريتين رايت مالي شهريا كان أربعمائة دينار عمره لا أفتح محل لأن الريتين رايت مالي قليل لكن الريتين رايت مالي لأنني عندما تجرب محل ومفتح بمحل كشخة. ليش؟ لأن الخمسين ألف هذي الرتين ريت مالتي. أفتح فيها محل وأعطي فرصة حق الناس تجرب. فالشانس مال الرتين رح يقل وايد. لأن انت لما تجرب وتلبس وتختنع وتدفع. ما راح تقول بردجعها باتس. أنا مو عجبتني هدولة. صح. فthis is the science behind. ليش أنا ما فتحت الحين. بس راح أفتح. كزو ننكريسing فوليومز مع الوقت الحين. نزين. نحن راح نشوف جاي زي في موالات في يوم الأيام. طبعا. أنت مرة علاقت وحطيت في سناب. وين تم نشوفون جاي زي كونسلت. ستور. أنا خاطري أول محل مو بالكويت. The first one. يكون في الدي ايف سي في دبي. شمعنة. أنت قلت وين تابع أول كيان فعلي محل الدشة. صح؟ مو أونلاين. أنا أبي دبي. ليش أبي دبي. لأن بالنسبة لي دبي هي تغطي المنطقة بالكامل. وتعطيك أحسن أكسس لخليط من الناس. أنا ما أبي الزبون فقط الخليجي. دبي أكثر مكان في ملتنج بوت. في العربي والأجنبي والمسلم والمسيحي والمعرف أي شيء. كل الناس. الناس والأجناس كلها موجودة تتجمع في دبي. حلو؟ والدي ايف سي هو سنتر البيزنس فينانشل ديستريك ما لهم. حلو؟ واللي يونه أغلب الناس اللي أنا أبي استهدفهم والطبقة اللي أنا أبيها. فعندك البيئة الحاضنة للبيزنس. وعندك واحد من أحسن المطارات وحسن طيران بالعالم. فالناس تجي وتطلع من دبي. وعندك الزيارة في تحديث من الناس. فأقدر أعين ناس بشكل زين ومستمر وناس كواليتي داخل محلي. والمكان حلو في الدي ايف سي لأنه محيطك منه. لأبي تيت ميزون وزوما وفور سيزنز وغيرة من أماكن وبرباتش والمال اخوي حمدان بن حميد الهديدي يعني محيطك خيالي. هو الكبار جلود والنظارات. نظارات وي ديزاين مع صديقي بيطاليا ديزاين مكتوب على النظر اللي هو البلو برنت البلو برنت يروح حق مصنع بالصين مملوك حق شركة أمريكية معروفة الشركة أصلا التنفيذ بالصين لكن التصميم أنا أقدر أعيبهم من الصين أودهم إيطاليا يركبون برغي ويكتبون عليها ميدين إنتيلي عند رفيجي بس ما أسوي تشدي صح ما أحتاج أسوي تشدي لأن الكواليتي مال المصنع أحد الاكتباة ت wounds المصنع بالصين صح يتجمع أمريكا يأتي بال точقال مدي امريكا م أرج Pine صح د PE صح كل الاخصائص يست造 Harbor تصميم برأن مثل إنهم في المنارة علمانيا تجد مصانع لدينا مصانع لدينا فنحن نخلق مصانع جدا وهذا المتحدث مملوك من الوصول Ну ليس فقط، اكبر شركة امريكية مصل على نظارات التي تصنعها مرتبطات كبيرة جدا هذا جوجل اكبر شركة امريكية معروفة هي في الحركة هي في المشاكة حسنا فهو ليس عباً ان الواحد يعمل من الصين دام أنه هو مختار المصنع الصحيح الذي يوفر لك الهائي كواليتي أبداً 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 كوايد فاشن برانزي صنعها مثلاً فييتنام صح وايد أكثر أقل تكلفة من الصين أعتقد أن دولشين قمانا مرة أن أقول فييتنام أو صنع لأي ذات صح معناته أنه غلط بلانسياغا فييتنام مثلاً فتركيا التراكع يصنعها كوايد شركات عالمية بلانسياغا أهم تركيا صح فهذا مو معناته أنه مزينين الرقابة ما عليه واليكواليتي كنترول ما عليه جيداً بالالتخبط اللون يبانونها وبعدين إحنا علينا دور إحنا كشركة عندنا دور لا تيب ضاعي، إذا بنتيب طبيب أسوأ بعد أسبوع يمكن فيه كواليتي كنترول ستاندرد يتم عندي بالشركة ونفضي كل اللي يوصل ويشيك كل سنجل آيتم نضعه على الطاولة نشيك العجسة مالاتها اللي نطالبينها بالعلوان في مشكلة وفي ريجكشن، الرد مارة ثانية المصنع لكن لأن المصنع جيداً وليس قليلاً جايزي صاحب الفكر التجاري وكان في سيلز في أقوى بنك في الكويت وكتفى تجارياً تقريباً لا أحد يكتفي تجارياً، لا أحد يكتفي من المعلومات لكن أنت الآن نقدر نقول جاعد تدير الملعب التجاري بكل احترافية فهم داخل ومخارجة لو كنت أنت اليوم صاحب قرار ما احترامنا الكامل وتقديرنا لوزير التجارة أنت اليوم تصلح وزير تجارة كمثال، نحن نقول لو كنت أنت اليوم صاحب قرار ووزير تجارة كم قرارات كنت راح تأخذها في حق الشباب؟ هل هناك المشاريع الإلكترونية؟ أو المشاريع التي هي المشاريع الهوم بزنس والأونلاين بزنس لا أقول لك شيء يديد منها كل المطالبات التي نستطيع أن نتحدث فيها لا نقولها عن غيري تسهيل العمل التجاري تأسيس كله الإلكتروني عمل بالنهاية اليوم أكثر شيء يكسر ظهر أي واحد يبدأ ينشأ بزنس هو شيء؟ هو الأجار والعمالة لأن أنت اليوم قاعد تخلق بيئة طاردة للعمالة فأصبح ما عندك عمالة وإن كان عندك عمالة تستقطبها من داخل البلاد وايد غالية فأنت غير قادر أن تكتيب من بره وغير قادر أن تكتيب من داخل فهذه مشكلة شيء ثاني للأجار والخلوات فأنت لازم تسوي لك تشوف لك صرفة لأنك أرض فاضية تبنيها تجعل الحكومة تتبنى هذا الشيء تخلق مدن تجارية للشباب لأنها نشأة بزنس لا مدة زمنية لا معرفة كتجارب ناس تجرب لأنه القطاع الخاص جدا مهم كويت 64-49 مليمات و90 مليمات رواتب دولة عب جدن كبير على الدولة فمفهوم أن أنت القطاع الخاص لازم تنمي والطورة شيء جدا مهم عاد شلون الطورة أنا نحن قاعد تكلم معاكم مقابلة سريعة ما أدري إذا هذا يصير ولا ما يصير بس كأفكار تشريع عابرة أنا ما أقول لك أنا أقول لك كلها مطالبات غيري أحسن مني وفهم مني مليون مرة قاعدينها بس لازم نرد نكررها ونكررها مليون مرة عشان تكون موجودة وهذا يكون الواقع مالنا يعني ما يصير أنا مرة قاعد أتغدى مع واحد من ربعي في دبي قال لي بس دقيقة عن إذنك صوت رفع التليفون أنا قاعد يمه فقاعد أشوف تليفونه جدان مع واحد ووحده يعني بالفيديو فقال لي أنت فلان الفلاني نعم قال لي أرفع جوازك حطي يموئيهك حطي يموئيه كان ينزل التليفون استغراب قالت شن هذا شك يسوي قالت شن سويت كان يقول لي بس أسس شركة كان يأخذون تصديق الجلط قهرت حيل لأن ليش ما كنت نسوي تشذيه رخصة تجارية لا تتسرعية هيا ليش ما في تسرعية بالمعاملات ليش ما في صجح نقع نروح مثلا فيه تطور وفيه ألكترون يعني البوار الألكتروني وغيره بس سامت روح نقولك طبعلي طابع يعني يبقى أوراقك ليش الألكتروني موجود أوراقك زيش أوراقك ليش أكتروني تعال على تسولف ليش صبح لو يولك شباب أو أي أحد بادي بلوزنس أحد من المتابعينك لنفرض أن أحد المتابعينك يالك وقالك جاسم أنا أبي أبتدي معجب في الكونسبت اللي أنت تسويه أو في بالي فكرة أنا أعينو أن أنت بابك مفتوح حق الكل طبع وما ترد أحد هل ممكن أن أنت تدعمه؟ نعم مالياً ولا؟ بوث نعم يعتمد على الفكرة هي اعتمد على الفكرة طيك مثال صار قبل أقل من شهر تاسابيع أو دسبوعين دق عليه واحد ما عارفة أو دازلي ميسج بالأحرى وقلت لديك عليه وكلمنا بعض مرني المكتب مرني المكتب قال أنا عندي نظارة أحبها عجبتني قلت له ما أنت بيسوي لك واحدة ماك مشكلة نسوي لك بس شي أقول له أنا ودي فكرة ثانية شنو فكرتك؟ قال أنا وانت تدزاين النظارة وانت تضع عليه اللوغو مالك بحكم أنك تساعدني وانت تبيعها بالمالصة مالتك أنا أدفع تكاليف للبروجيكت هذا كله ونحن يكون عندنا نسبة بالمبيئة بينه وبينه فأهو دش باب بزنس جرب حطه بالبزنس اشتغل مع شخص أهو يحبه ويعتقد أن أنا أضيف حقه وإذا الله وفقه ويبي يستقل ويطلع بروحه ثق تماما أنه أنا راح أساعده لأخر يوم بالعكس لأن أقولك شي أنا ترى أنا طول حياتي مسيرتي طول حياتي دائما كان فيه ناس ساعدوني وإذا تابعت مثلا مقابلتي مع تايم كيبر باليوتيوب تشوف أنا اعتكرت واحد من هالأشخاص ذكرت اسمه فأنا فأنا أعتقد في هذا طول حياتي من ناس ناس حبوني ومنا وفيني ومنا وفيني ومنا وفيني وعطويني وعطويني فأنا أحب أن أرد حق الناس أعطيها باللي أقدر عليه يعرفت فيه لاين ثاني داشوياك سكبة استحوذته مو بالكامل لا يحدثهم غلط سكبة شباب عندهم ناجحين بزنسة ثانية لا نحن بشغل بزنسة ناجحين فيه بر علم الخياطة وكذا يوني قعدهم معاي تعرف على بعض كان الجلسة كانت بغرض بيعهم لسكبة كانوا بيبيعون سكبة بكامل يعني فسمعت قصتهم وكذا وأنا غيرت رأيهم قلت لهم لا تبيعون سكبة وقلت لهم ليش معطياتي فدخلت أنا معهم شريك وخذيت حق الإدارة بالكامل فشنا هو مملوك بالكامل أنا إدارياً هو عندنا فل كنترول عندي بس نملك حصة فيه ومؤمن في اللي بسويه بسوي شيء يعني لحد يعتقد أنه سكبة فقط هو خياط عطوني السنة واحدة رح أصدمكم بتغير الكونسف كلها راح أغير السوق كلها إدارياً حلالياً تقريباً وتقدير شكراً كان هناك مجرد تقريباً وجميع معامل معامل أنت وإستدام